الكهرباء نشوف رئيس الوزراء اللي نعلم موضوع الكهرباء النهاردة شوف كهرباء أنا كنت بقول لحضراتكم كان معالي وزير الكهرباء لما طلع في المؤتمر من 3 سنوات قال إن بحلول هذا العام اللي احنا فيه كان من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء وكان حطت خطة زيادات أسعار ومعلنة ومنشورة إنها حتتنفذ على اعتبار أن الدولار ب16 جنيه هو إعلقة الموطن حيث اللي هو إعلقة الدولار بتسعير الكهرباء لأن الوقود اللي بيشغل كل محطات الكهرباء عندنا هو بنجيبه بالدولار بنجيبه بالدولار فبالتالي لما بجيبه بالدولار على أساس 16 جنيه غير لما بجيبه النهاردة على أساس 31 جنيه طيب النهاردة آخر أرقام الكهرباء كخسائر أو نقدر نقول كدعم اللي كان النهاردة مقرر واللي أعلنه السيد الوزير إن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط 90 مليار جنيه لما أجمع الخمس بنود اللي أنا قلتهم لحضراتكم إحنا بنتكلم على دعم 342 مليار جنيه مقابل من سنتين كان أقل من 100 مليار أنا بس حابب أن أحط قدام كل مواطنين مصر الصورة عاملة إزاي يبقى الدولة المصرية النهاردة ودي أموال الشعب المصري بنضطر النهاردة للـ 342 الخزانة العامة لأن دول حجم كبير جداً بننزل نستدنهم النهاردة وبيتحطوا وبيحملين على العجز بتاع الموازنة لكن كمانه عندنا تحدي كبير جداً إن من سنتين كنا بننزل وبناخد سعر الفايدة لهذه القروض بأقل من 10% النهاردة بتتجاوز الـ 25% يعني كل الجنيه الدولة بتستدينه بتدفع عليه فايدة أكتر من 25% منه كل دي أعباء النهاردة كدولة وإدارة منظومة دولة واقتصاد مش ممكن الاستمرار والاستدامة فيها فبالتالي احنا تحملنا الفترة اللي فاتت وكنا بناخد كل الإجراءات إن احنا نرجع أي زيادات اعتباراً للظروف اللي احنا شايفينها كلنا ولكن قلنا إن احنا من البداية قلنا إن آخر يعني إرجاء لأي زيادات حيبقى مع نهاية 2023 وحنبدأ ننظر في اعتباراً من العام الجديد حنتحرك إزاي في كل هذه الإجراءات لأن مش من الاستحالة بمكان إن هناك دولة ولا إمكانيات دولة ولا موازنة لأي دولة مهما كانت غنية أو فقيرة إنها تستمر في زيادة الدين والاستدانة والفجوة الكبيرة اللي عمالت زيد في هذا الموضوع اللي هو الدعم اللي هو كان أحد أهم مكتسبتنا في الإصلاح الاقتصادي إن احنا قدرنا إن احنا فعلاً نرشد من هذا الدعم طيب رئيسي وزراءة اتكلم على الكهرباء واتكلم على الشرايح الزيادات كانت أدية طيب في خطة لهذا الأمر طيب هل الخطة دي كان ممكن تضغط سنتين ولا أكتر ولا أقل نتابع هتكلم على الكهرباء واسمحولي الكهرباء بالتحديد عن الكهرباء النهاردة الكهرباء بيتحاسب كل مواطن على مقدار ما يستهلكه بالوحدة اللي هي كيلو وات ساعة مع الزيادات اللي حصلت النهاردة زيادات التكلفة على الدولة من السعر الصرف والخدمات اللي بتتعمل والإنفاق تكلفة الكيلو وات ساعة على الدولة مية سبع وسبعين قرش ده التكلفة الفعلية على الدولة احنا قبل كده الرقم ده كان اقل من كده بكتير جدا وبالتالي كان الهدف كله ان انا بعلي للشرائح الاستهلاك العالي اوي او الاغنية او التجاري في مقابل ان انا بدعم محدود الدخل النهاردة مع زيادة التكلفة علينا كل الشرايح بدون استثناء اصبحت بتدفع او التعريفة المقررة عليها اقل من التكلفة الفعلية للدولة طيب لما جينا نزود انا طلبت من السيد وزير الكهرباء نحط سيناريوهات احنا مش عايزين تاني نرجع الى المشكلة الكبيرة اللي كانت موجودة قبل كده حطولنا سيناريو كوزارة كهرباء نتحرك ازاي اتحط سيناريو مرة اخرى ازاي نتجاوز الازمة اللي موجودة واتحط سيناريو زي ما بنقول سيناريو عنيف شوية ان انا انهي المشكلة في خلال سنتين اقل للدعم او اخف الدعم شوية في خلال سنتين بس والبديل الاخر نفرد تاني المشكلة على مدار خمس سنوات عشان نخفف من وطقة تبعات الموضوع على المواطن حاجة ان انا باتكلم حشرح لحضراتكم هنا الشرايح اللي احنا النهاردة بنحاسب عليها انا قلت ان التكلفة النهاردة 177 كرش الشريحة الاولى اللي هي من اللي بيستهلك من صفر لخمسين كيلووات ساعة كان قبل الزيادة اللي حصلت في بداية هذا الشهر بتمانية واربعين ارش بيتحاسب بتمانية واربعين ارش طب انا زودته خليته قدي تمانية وخمسين ارش طب الشريحة اللي بعدها اللي من خمسين لمية كان بيدفع تمانية وخمسين ارش زودته الى تمانية وستين ارش الشريحة التالتة اللي هي لغاية متين دي كانت سبعة وسبعين ارش خلناها حاجة وتمانين ارش يعني برضو في حدود اقل من عشرة سار الزيادة التلت شريح دول عشان نبعارفين بيمثلوا خمسة وستين في المية من جموع الشعب المصري انا حبيت اقول لحلالكم الارقام اللي زادت قدي ايه يعني عشر قروش على الكيلو وصاد التكلفة الفعلية للدولة متحملاها المية سبعة وسبعين ارش وصاد اكبر واحد حاجة وتمانين ارش النهاردة طيب كل ده معناقي ايه اللي حصل نتيجة لكده نتيجة للزيادة اللي اعلناها من يومين للكهرباء خسائر الكهرباء حتى تقلس بدل ما كانت تسعين مليار حتبقى خمسة وسبعين مليار لكن مازال حجم الدعم كبير جدا طيب عشان نقدر ان احنا نقول النهاردة ما نقدرش ان احنا نحمل المواطن ونندرك تماما مدى صعوبة الموقف الحالي على المواطن المصري قلنا نفرد الموضوع على مدار خمس سنين والموضوع تبقى زيادات بسيطة على الشرائح الاساسية اللي هي تمثل خمسة وستين في المية من الشعب المصري وتبدأ الشرائح الاخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاخرى الاستثمارية تتحمل الموضوع عشان بعد خمس سنين نرجع تاني للي كنا بنستهدفه السنة دي ان احنا نصل الى تقريبا ما يبقاش في دعم انا حبيت بس اقول هذه الارقام بوضوح شديد قدام حضراتكم كلنا النهاردة بنواجه التحدي في بس تاني في موضوع الكهرباء ان النهاردة عندنا مشكلة في تخفيف الاحمال وانه هناك ساعتين للتخفيف وانا انا عايز اقول بس نظريا الناس الاقتصاد هيقولوا لو كان الدعم ده الرقم ده مش موجود والدولة ما تدفعه كانت قدرت تجيب بيه مواد بترولية كانت خلاص تدفع بيها الارقام اللي مطلوبة علشان ما نبقاش نقطع الكهرباء لكن احنا النهاردة خدنا الاجراءات من على مدار السنة ونص بنتحمل هذه الخسائر واحنا او الدعم اللي هو دعم للدولة علشان النهاردة ما نحملش المواطن اعباء كبيرة جدا فيها زمان